زارت الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق متحف مولانا بمدينة كونيا التركية الذي يجسد تراث الشاعر والعالم والفقيه الشهير جلال الدين الرومية وتجولت الشيخ بدور القاسمي بين أروقة المتحف الذي يضم جموعة كبيرة من الآثار والمقتنيات النادرة من العهدين السلجوقي والعثمانية وبحثت رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير مع مدير المتحف سبل تعزيز التبادل الثقافي والتعاون المستقبلي بين المتحف وإمارة الشارقة ممثلة في مؤسساتها الثقافية واحتفاء بهذه الزيارة أهدى مدير المتحف الشيخ بدور القاسمي نسخة نادرة وطبق الأصل من ديوان مثنوي وهو عبارة عن ديوان شعري في ستة أجزاء يتألف من ستة وعشرين ألف بيت شعري باللغة الفارسية بالإضافة إلى نسخة نادرة من كتاب الديوان الكبير أو ما يعرف كذلك بديوان شمس التبريزية ترجمة نانسي قنقر